طبعاً النهاردة مباراة تنهاء كأس مصر في العاصمة السعودية الرياض بين الأهلي والزمالك درباي الكورة المصرية والحقيقة إنه الأجواء استثنائية وحماسية في رياض في ملعب الأول فارك والنتيجة لحد دلوقتي هي تقدم النادي الأهلي بهدف دون مقابل والأحرز الهدف كان إمام عشور في الدقيقة 84 قبل انطلاق المباراة كمان يعني كان بقى كل نجوم الكورة العالمية ونجوم الكورة المصرية موجودين دخل المدرب البرتغالي جوزي مورينيو بكاس مصر وبجانب طبعاً الأسطورة البرازيلية رونالدو واللي كان لابس قميص النادي الأهلي وكمان الإيطاري تطي واللي كان لابس قميص نادي الزمالك ويمكن الصور دي أخذت مساحة كبيرة على السوش الميديا والناس كلها كانت بتتكلم عليها وقد إيه إنه يعني ده شايفينه كأنه حلم بيتحقق قدامهم وحلم كمان النادي الأهلي بيدور عليه وهو التتويج باللقب رقم 39 لقب الكاس 39 إذا فاز النادي الأهلي النهاردة في المباراة ده هيكون الكاس 39 في تاريخه أما النادي الزمالك فحيكون اللقب للمرة 29 في تاريخه الناس كلها بتتابع ما يحدث في المباراة وإحنا هنتابع مع حضراتكم على مدار الحلقة كل ما يحدث في المباراة أقول لكم أول بأول بأول